السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الجمعة 31 أيار مايو عشان هيك جمعة مباركة على الجميع القمر اليوم موجود في برج الحوت ورح يظل موجود في برج الحوت لغاية الساعة 3 و28 دقيقة من صباح يوم السبب لا ينتقل القمر بعدها لبرج الحمل القمر الآن موجود في منزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 5 و43 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها على منزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح القمر الآن بما أنه اليوم أيضا موجود في برج الحوت معناته بيلعب الجانب الروحي دور بارز جدا ومهيما على حياتنا خلال هذا اليوم نشعر بعدم القدرة على التركيز وعلى موضوع معين فممكن نتشتت بأي موضوع آخر منشكوا ومنكشف عن مشاكلنا للآخرين ومنجد صعوبة باتخاذ قرارات البعض ممكن يتهرب من المسئولية أو من المواجهة أو الالتزامات في بعض الأمور كثير من الخاسرين والفاشلين ممكن يعانوا من مشاكل عاطفية أو يديروا ظهورهم ويذرفوا الدموع عند أي مواجهة مع الحبيب بالإضافة إلى ذلك بيتغيب عدد كبير من العمال عن العمل بسبب المرض أو التهرب من العمل بسبب الملل أو الإحباط أو عدم الرغبة بالعمل في هذا الوقت ممكن بعض الأشخاص يبدأوا علاقة حبة جديدة ويمكننا التأمل والصلاة والمشاركة في الأعمال الفنية مثل الشعر والرسم والتصوير زيارة المرضى أو شراء كاميرا أو معدات فنية أو البدء بعمل فني بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية بطيئة لها تأثير تقريب الثلاث عيام ومستمرة ثلاث أيام قادمة هي زاوية اقتران سلبية بين عطارد وبين أورانوس يعني الاتصالات والمواصلات وأيضا المفاجآت وهذه الزاوية ذروتها الساعة خمسة وثلاث وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج إجمالا إحنا بتصيبنا حالة من التشتت الفكري وعدم التركيز بسبب هذه الزاوية وبيصعب علينا إيجاد حل لمعض المسائل كما أنه تجعلنا عصبي المزاج ومنرتكب الأخطاء ومنتهور باتخاذ قراراتنا أو بكلامنا كما أنه وقت غير صالح للشراكات ولا تعتمدوا على الحدث في هاي الفترة دوليا بتدل على جدل سياسي قائم بين اليمين أو اليسار أو بين اليمين واليسار في بلد ما وغالبا بتكون الكتابات السياسية مدعومة لليمين وممكن تشهد هاي الفترة احتجاجات ومظاهرات للحركات النقابية احتمال وقوع تفجيرات أو زلازل في بعض المناطق كما أنها بتشهد هاي الفترة قمع للحريات خصوصا حرية التعبير وممكن يتعرض بعض رجال الصحافة أو الكتاب للمتابعة القضائية أو الاعتقال طبعا برضو هاي الزاوية بتدل على أنه في خبر رح يدوي خلال الفترة هاي بيكون يعني شبه ساعقة أو بتتكشف بعض المعلومات اللي يعني كثير أشخاص ما رح يكونوا متوقعينها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبي بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح يكون الساعة ثمانية وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من واجه مصاعب عرقيل بتطلب منا أن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض لشجاعة لازم إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجع الهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة وخمسة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة بتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية وأمور تتعلق بالتلفزة أو السينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة سبعة وثمنتاشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات للعمال التجارية وبتزيد من ثقتنا بأنفسنا وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية القدمان أصابع القدم الغدة النخامية الغدة الصنوبرية الأندروفين وهو الهرمون المسكن للألام والميلاتونين وهو الهرمون المساعد على النوم هذول الهرمونين بصير فيهم بعض الخلل خلال هذا اليوم فمنشعر بالأرق الزيادة ومنشعر بالألم الزيادة فعشان هيك ممكن قلة نوم أو كوابيس أحلام ما إلها أي تفسير بسبب الميلاتونين وأيضا الإندروفين اللي هو المسكن للألام اللي ممكن نشعر بالألام أكثر من أي يوم عادي بالنسبة لهذا اليوم يوصى بجراء العمليات الجراحية لبقي أعضاء الجسم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزياد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه في الحوت خلو المسار القادم سيكون يوم الغد السب بيبدأ الساعة 2.54 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 23.28 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال عمره 23 يوم الساعة 11 مساءا بتوقيت جرينيتش ونبدأ باليوم الأربعة وعشرين نسبة الإضاءة 36% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزة حتى يوم 26 سعيد بنسبة 70% الآن ساعة الصباح سعيد بنسبة 100% ساعات العصر سعيد بنسبة 70% القمر في الحوت حتى يوم 1-6 منتحس الآن بنسبة 50% ساعات الصباح منتحس بنسبة 40% ساعات المساء منتحس بنسبة 25% عطارد في الثور حتى يوم 3-6 سعيد بنسبة 30% الزهرة في الجوزة حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 60% المريخ في الحمل حتى يوم 9-6 سعيد بنسبة 15% المشتري في الجوزة حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% وزحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 30% أورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% ونبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلوب يتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا ما زال اليوم الأخير القمر موجود في بيت المتاعب لغاية صباح يوم الغد السبت لا يوصل عندك فمعناته بسيطر التعب عليك لليوم الثاني على التوالي نفسيا أو جسديا ممكن تشعر بأعراض غير اعتيادية يجب عليك الفحص أو العلاج أو مراجعة الطبيب خذ قصد كافي من الراحة وممكن تحظى بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة أو ممكن تتجاوز مخاوف ما إلها أي أساس برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يتوجه لهم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يسعدوا من لقاء بعض الأصدقاء علاقات الصداقة بتكون جيدة وبسودها التقدير والثقة المتبادلة وبإمكانك الاستفادة من علاقاتك أو من أصدقائك في حل بعض المسائل وبنصحك اليوم تتمم كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل الغد لأنه القمر رح يوصل لبيت متعبك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا القمر ما زال موجود في البيت العاشر لإلك فيعتبر هذا اليوم من الأيام المناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبإمكانك تعزيز العلاقة مع المسؤولين وبتحضوا بالشعبية وبتكون كل أعمالك سهلة وميسرة وممكن تحقق نجاح شخصي لكن بدك تكون حذر بتصرفاتك أفعالك أقوالك فما تشوه سمعتك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بدك تكونوا أكثر صبرا ووعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن رغم أنه اليوم ممتاز على مستوى الاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب والامتحنات والمقابلات وحتى على المستوى العاطفي رح تشعروا بقوة العاطفي مع موليد برج السرطان ممكن يكون عندهم أحلام بالسفر أو القيام بمشاريع أو الاطلاع على أفكار أو لغات أو البحث بمسائل فلسفية أو عقائدية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنشغلوا في إعادة تنظيم أموركم المالية اليوم من جهة في فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى ثم نفقات متصاعدة بيزيد اهتمامك بالأشياء الغامضة روحانيات الكتب الخيالية وأيضا بالمواضيع اللي أسرار أو تتعاق قديمي شوي أو يعني موجودة عند أشخاص وبتحاول أنك توصل لها فهذا اليوم ممكن يتنكشف لك بعض الأمور برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتتركز جهدكم حول تعزيز شراكاتكم سواء شراكات العمل أو العاطفة والأجواء مشجعة خلال هذا اليوم لا المصالحة أو التقارب الفكري ما بينكم وبين أحباكم هذا يوم مناسب لإتمام خطبة أو زفاف أو توقيع عقد وعلاقاتكم الزوجية أو العائلية أو مع الشركة بسودها انسجام وتوافق ولكن بدون فرض الرأي وبدون عصبية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بيتراكم العمل لديكم خلال هذا اليوم إذا ما انتبهتوا بشكل جيد فبتكن تنجزوا الأعمال الضرورية والمهمة وتنتقلوا العمل آخر وأيضا بتكن تنتبهوا لصحتكم نضموا جدول غذائكم خذوا قسط كافي من الراحة من وقت لآخر ممكن تجد سهولة في تطبيق أعمالك الروتينية أو المنزلية ولكن دك تنتبه من أي صدام أو خلاف ما بينك وبين أحد زملائك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا هذا اليوم من الأيام المميزة بالنسبة لأي لك أفضل من يوم أمس صحيح أن القمر موجود في البيت الخامس ولكن اليوم بتجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية وبتشعروا بقوة الحظ والعاطفي وأيضا بعض الأمور المالية بوسعكم اليوم تعزيز العلاقة مع الأحبة أو ممارسة هواية وهي هاي فترة حظ وبتقوى العلاقات العاطفية وبتعرف فترة من البهجة وممكن أنك يعني تهتم ببعض المسائل المالية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بينصب اهتمامكم حول ادخال تعديل على مسكنكم أو الاهتمام بأمور تتعلق بالبستنة أو بيت جديد أو صيانة وبتجدوا تعاون من بعض أفراد العائلة بعض موليد برج القوس ممكن يكون عندهم فرحة أو مناسبة وبتعرف حياتك العائلية فترة من الراحة والبهجة إذا ركزت بشكل جيد وهتمت بمسؤولياتك ولكن إذا عندت وعصبت فرح تعمل مشاكل لحالك بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ولكن بتكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة داخل المدن علاقاتكم اليومية بتكون ممتازة جدا تنقلاتكم بتكون ممتعة وبتسفر عن علاقاتك مع محيطك كيف تستفيد منها بشكل أكبر بالتواصل أو بالتسويق أو بالتجارة المحلية على مستوى الامتحانات أيضا هذا يوم ممتاز جدا ولكن حولوا قدر الإمكان تكونوا حذرين أثناء تنقلاتكم أو قيادتكم للسيارات برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي أو مستردات هبات نوع من أنواع الدعم أو حل مسألة مالية ولكن بتكونوا حذرين من النفقات المتصاعدة رح تعرف اليوم نوع من أنواع السهولة في أعمالك اليومية وأيضا في الحصول على بعض المكاسب أو الأموال أو الأرباح فعشان هيك بدك تستغله بشكل جيد وقلل مصريفك قدر الإمكان برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وإنتوا اليوم أكثر نشاط وحيوية من قبل وبوسعكم السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم تقضي فترة من الهدوء والسكينة والطمأنينة على المستوى النفسي وأيضا على المستوى العاطفي لأنه اليوم انت طاقتك حلو جدا وملفت للانتباه وخصوصا للجنس الآخر ممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بالبيت أو العائلة اللي شوي تلفت انتباهك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء